نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد بارلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس نواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آليات العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده مصر بكافة المجالات وألقى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ألواء أركان حرب بكر البيومي كلمة أكد خلالها أن الشبكة تعمل على توفير المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذ القرار على كافة المستويات كما تفقد الوفد مركز التحكم الرئيسي بالشمكة واستمعوا إلى شرح مفصل لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفوري مع مختلف البلاغات والاستغاثات بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بمحافظات الجمهورية كافة ترجمة نانسي قنقر